وللقاء ضوء أكثر على اجتماع وزرائه العدل العرب في بغداد في ظل انتهاكات حكومية لا محدودة ترتكب ضد العراقيين تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني حياكم الله دكتورة فاطمة حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام أهلا بك دكتورة فاطمة بداية وفي الوقت الذي كان فيه وزراء العدل العرب يجتمعون في بغداد قامت القوات الحكومية في العراق بشن حملة أمنية واعتقلت أكثر من عشرة أشخاص في عدد من المحافظات يعني هذه الانتهاكات التي تمارس أثناء عمليات الاعتقال لماذا لا يلتفت إليها وزراء العدل العرب رأيك؟ نعم يعني كما تفضلت في الوقت الذي تنعقد مثل هذه الاجتماعات ومنها وزراء العدل العرب في العراق وفي نفس الوقت ترتكب الانتهاكات يعني السبب واضح لأن هذه الاجتماعات هي فقط للدعاية الإعلامية فقط لا أكثر ولا أقل أما تطبيق القانون أو الالتزام بالقانون أو غيرها فهو في الحقيقة في العراق له وجهين من جهة يتم يعني انتهاك وارتكاب جميع الجرائم ضد المدنيين الأبرياء وفي نفس الوقت المجرمون الذين يرتكبون مختلف أنواع الانتهاكات والجرائم لا يخطعون لأي محاسبة ولا لأي عقاب ونعرف جيدا أن الآن في العراق الذي يحكم العراق والذي يسيطر على العراق هي هذه الجماعات الميليشيوية المنتمية إلى إيران فكيف نتوقع من هذه الاجتماعات أن تأتي وكلها وتأتي أثمارها وهي يعني تعقد في ظل حكم الميليشيات الذي أذاق العراق مختلف أنواع العذاب والانتهاكات والجرائم التي يندع لها جميل الإنسانية ولذلك فهي في الحقيقة هذه الاجتماعات ليست لها أي أهمية تذكر مع العلم أنه لو تنظر إلى البيان الختامي وإلى ما خرج به هؤلاء المجتمعون من منادات لتفعيل البساطر والقوانين العربية والاتفاقات منها الاتفاقات اتفاقية العربية لمكافحة الأرهاب ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب وجرائم ضد معلوماتية وغيرها وأيضا مكافحة الإتجار بالبشر كل هذا الآن يحدث في هذه الدول التي يجتمع وزرائها وخاصة في العراق الذي أصبح يتربع على عرش الفساد مع الأسف الشديد وكذلك على عرش مختلف أنواع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت على أرض العراق في ظل هذه الميليشيات وهذه الأحزاب التي جاءت مع الاحترال الأمريكي من دعام 2003 دكتورة فاطمة كما أشرت ولكن ما الذي يفهم من عقد هذا النوع من الاجتماعات في العراق الذي كما ذكرت أيضا يعني يعني من الفساد ومن عدم المحاسبة ويعني الأمور خارج نطاق القانون بشكل عام لماذا العراق؟ لأن العراق يريد أن يبرهل للعالم أنه دولة يحكمها القانون ويسودها الحكم العادل وغيرها والحقيقة غير ذلك هذه مجرد واحدة من أشكال الدعائية التي تمارسها هذه الحكومة وميليشياتها من أجل أن تظهر للعالم أنها يعني تحاول أن تكون في مركز القيادة ومركز الرائد في تطبيق العدل وتطبيق القانون يعني هي مجرد محاولة لتبيض الوجه لا أكثر ولا أقل ولكن أعتقد أن هذه المحاولات فاشلة وغير قابلة للتفديق حتى من أبسط إنسان الآن حتى لو كان هذا الإنسان غير متعلم فكيف يمكن أن نعتقد أن هناك تطبيق للقانون ونرى أن الجنات والمجرمين يتم إطلاق صراحهم وعلى العكس من ذلك يقومون بإذلال هذه الحكومة من خلال الشعارات ومن خلال التحدي الذي يمارسونه في أن يمسوا أي فرد من أفراد هذه الميليشيات إذا ما تم القبض عليه في أي تهمة أو حتى الذين يؤذرون هذه الميليشيات ويقومون بتنفيذ جرائم مختلفة من جرائم الفساد في سبيل أن يصلوا إلى مبتغاهم وهو الاستيلاء على ثروات العراق ومن ثم يتم إطلاق صراحهم وعدم محاسبتهم كل هذا في الحقيقة لا يمثل إلا مجرد دعاية تقوم بها العراق هذه الدعاية نعم دكتورة فاطمة هذه الدعاية كيف تحاول الحكومة استغلالها دوليا يعني خاصة بوضع تصنيف العراق كدولة الفساد فيها متفشن هل تستطيع الحكومة الاستفادة فعليا أمام الدول من هكذا نوع من الاجتماعات يعني كدعاية تستطيع طبعا الحكومة خاصة وأنها تتمتع بدعم تولي منقطع النظير وعلى رأس هؤلاء الداعمين للعراق هي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فلذلك مثل هذه الدعاية من خلال أقد هذه المؤتمرات سوف تستخدمها الحكومة من أجل أن تبين أنها تسعى وتبدل كافة جهودها من أجل أن تحسن منظر العراق أمام المجتمع الدولي خاصة وأنه كان في الفترة الأخيرة هناك زيارات للعديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومن المقرر الخاص بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة لجنة الإخفاء القصري والجميع كان يأتي من أجل أن يدفع بملف بالعراق نحو تحسين أفضل لحالة حقوق الإنسان في العراق فالعراق يريد أن يستخدم هذا من أجل أن يؤكد أنه فعلا يسير على هذا الطريق وأنه على طريق صحيح ولكن بالحقيقة هناك يقين حتى لو حاولت هذه الدول استخدام هذا الملس من أجل الدعاية للعراق أو يستخدمه العراق للدعاية لصالحه ولكن يقين المنظمات التي الغير خاضعة للحكومة والتي تعمل على جمع الملفات وإيصال كل ما يتم ارتكابه من جراء في العراق وانتهاكات بالحق لديها قناعة كبيرة أن كل ما يقوم به العراق مجرد حبر على ورق وليست له أساس من أفصحها ولذلك فهي هذه الدعاية كما قلت لك يعني يتم استغلالها في جهتين أحد الجهات هي فقط مجرد دعاية واضحة للمعنيين بحقوق الإنسان والذين لا يستطيع أحد أن يؤثر عليهم ولا يستطيع أن يقول ويقنعهم أن مثل هذه الدعاية في تغيير حقيقي وجذري في حالة فقوق الإنسان في العراق لأنه لو كانت هناك تغييرات جذرية لكانت ظهرت إلى العيان وليس كما تفضلت آخرها الاعتقالات في مختلف العراق وكبت الحريات وملاحقة جميع الناشطين والصحفيين الذين ينادون بضرورة وينشرون ما يقع في العراق من فساد أو من انتهاكات نعم إذن كنت ضيفتنا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني شكرا جزيلا لك